أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل قام بأخذ زمام مبادرات وتدابير فعالة للحد من انبعثات غازات الاحتباس الحراري مشيرا إلى أنه مع دخول قانون المناخ الأوروبي حيث التنفيذ منذ عام 2021 حيث أصبح لدى الاتحاد الأوروبي إطار تشرعي طموح وملزم يغطي جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق أهدافه المناخية وفي بيان له على الانترنت أوضح الاتحاد الأوروبي أن قدت العالم عليهم إظهار لالتزام الجدي ناحية طموحات البلدان النامية بشأن المناخ وعبر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بمخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ موضحا أنه يجب على مجتمع الماني حين طمأنة البلدان النامية بشكل جماعي بأنه سيافي بوعوده بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أسرع ترجمة نانسي قنقر